هؤلاء هم ما شاء الله لقوتين بالله ما شاء الله لقوتين بالله تبارك الله ورحمة الله كل طالب منهم يحفظ على حدة ثم يأتي إلى شيخي ليصحبهم لهؤلاء الطلاب دوي كدوي النحل في المراجعة والحفظ والقراءة والدرس انظروا إلى القرآن الكريم كيف هو وكيف أهله لشارع طويل ما شاء الله تبارك الله كله طلاب ولا يلتفتون إلى الناس سوفوا منشغل بنفسي ومنكثع على لوحي يوم القصني جمعناكم يا الله كم عمر هذا الشارع بالتلاوة وكتابة القرآن شوفوا ما شاء الله ما شاء الله يكتب بالمداد بالفحم يضعون عليه ما كم يكتبون به على اللوح ما شاء الله لقوة الله بالله هذه الألواح تعيدك إلى زمن السلف زمن الكتاب الأول عندما كانوا يكتبون في أوائل التدوين وفي أوائل الكتابة والله أنا تعجبت من هذه المدرسة ما شاء الله تبارك الله عجيب هنا موجود في نفس هذا البلد ممكن نذهب إليه شكرا لكم شوف الولد الصغير كفي الشيء للموايا ما إله إلا الله الله أننا في نعمة كبيرة يناس هم ما عندهم مياه في بيوتهم غير يجبون المياه هذه يأخذونها من الأبر إذا أرادوا أن يغتسلوا وأن يتوضعوا وأن يطبخوا وأن يغسلوا ليس لهم إلا هذا البيل يرسلون أولادهم الصغار إلى هناك فيأتون لهم بالمياه وهذا يمشي المواطح منه يا حبيبي الآن بدأ الفرعة الثانية للمدرسة هذا أول طالب رأينا ما شاء الله تبارك الله أين الفرعة الثانية هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله رغب لهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبدو أنهم في مسجد والعلم عند الله تعالى هذا الفرع أحسن خالب من الفرع السابق ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا المسجد كلهم امتلئوا بهذه الألواح التي يقرأ إليهم الطلاب ما شاء الله تبارك الله الآن سنخرج من هذا المسجد وماشاء الله تبارك الله نجد هنا أيضا الناس عند بيت الشيخ الأصلي يجلسون ويحفظون هذا الشيخ سابع سعيد هو مؤسس المدرسة ومنشئها وهنا مسجده وهذا هو بيته الذي يحفظ حوله الطلاب وهناك أبناؤه الذين يعلمون الشيخ زكريا الآن هذا هو والد الشيخ صراقة والشيخ فضل الذين يدرسون هناك طيب لماذا الأبناء استقلوا عن والدهم لأنه مكان ضي جدا فكثر طلاب وطالبات فانتقلوا إلى هناك يعني الفرع الأصلي للمدرسة هو في هذا المكان الفرع أصلي هو هنا وهناك فرع آخر شيخنا متى بدأوا في فتح هذه المدرسة هذه المدرسة ورثها من أبيه ورثها عن أبيه ما شاء الله ذرية مباركة بعضها من بعض شيخنا الحبيب الغالي منذ متى بدأتم في التدريس هنا ستين عاما من ستين عاما وأنت تدرس هنا جزاك الله بالله هذا العمل الذي تتعجبون منه اليوم ليس وليد اليوم ولا وليد الليلة ولا وليد اللحظة ولا وليد سنة أو سنتين بل هو من ستين عاما ولذا أثر فيكم ما شاء الله بجوار بيت الشيخ سابع سكن للطلاب صغير في ذاك المبنى هل تسمح لنا شيخ أنا بزيارته؟ نعم شكرا جزيلا ما شاء الله تبارك الله من أمام المسجد ومن أمام بيت الشيخ الفاضل سابع يأتي سكن الطلاب الآن مدخل إلى سكنهم لتروا ما عندهم بسم الله الرحمن الرحيم الزقاق الضيق خرج حفظة القرآن ما شاء الله هذه أول غرفة بسم الله الرحمن الرحيم الدوافور للغاز ولا شيء يرد البصر مكان للطبخ ألواح لحفظ القرآن سجادة للصلاة مصحف ولا شيء آخر وهذه الغرفة الثانية الآن ندخلها يا الله يا الله يا الله يا الله والله لا شيء يرد البصر آه هنا كبار التلاميذ يقول هذه غرفة لكبار التلاميذ خلينا نشوف هؤلاء إثائية البياي بي الخمس نجوب كل ما لهم أنها مفروشة بالحصر لا يوجد شيء آخر سوى إناء الطبخ والألواح لحفظ القرآن الكريم وسجادة وحصيل ولا شيء آخر هذه غرفة لمن يا شيخ كبار التلاميذ كبار التلاميذ